تقدر تتخيل دولة تقوم بدون رئيس أو شركة تنجح بدون مدير أو تقدر تتخيل سيارة لها مقودين أو جماعة يصلون بإمامين تقدر طيب تأمل شوي هناك تحت الأرض وداخل بيت النمل ستجد ملكة وهنا فوق الأرض وعند قطيع الأسود ستجد الأسد القائد وهناك في السماء وأمام سرب الطيور ستجد الطير القائد وإذا غصت البحار وتأملت الدلفين المهاجرة ستجد الدلفين القائد ولكل مجموعة من البشر رأس يأتمرون برأيه ويحتكمون إلى قوله بل حتى جماعة الجن على رأسها جني يسمونه العفريت هذا يعني أن الإدارة سنة كونية وحاجة اجتماعية وطبيعة واصلية تعالى أقول لك حكاية هذا القائد في مجتمع صغير يسمى الأسرة ويسمون القيادة فيه بالقوامة كانت أمهات المؤمنين والصحبيات الجليلات عليهن رضوان الله والتابعيات ومن تبعهن بل وجداتنا الأحياء منهن والأموات على سكة واحدة في العمل ونظرة موحدة في الفهم تتزوج الواحدة منهن وهي تقر عن قناعة أن الأسرة لها قائد لا ينازع في قيادته وأن الحل والعقد بيده وأن القرار الأخير في أي مسألة سيكون بيده صحيح هذا ما يصير دائم أو يصير أحياناً ولكن بأكثر مما تقره الشريعة لكنها حالات فردية والأصل يقاس على الأعم الأغلب وكان هذا الحال يعطي الأسرة استقرار في إدارتها كل واحد منهم يعرف موقع في الأسرة ومكانته ومهمته فالزوج له اليد العليا في النفقة والسكان والمسؤولية وهو القائد يدير الأسرة في تنظيم الحياة الزوجية وقرارات المعيشة والزوجة عضو مؤكد في الأسرة مطيع له بالمعروف وشريك له في الوصول إلى القرارات الكبيرة والصغيرة لكنه ينفرد هو باتخاذها فهي تصنع وتشارك وتقترح وهو يتخذ ويحسم ويفصل كانت الأسر المسلمة عبر العصور تتناسل هذا التنظيم ولم يتبرم منه أحد ولم يتضجر منه أحد حتى جاءت بعض المفاهيم الوافدة ونفثت في نفوس بعض المسلمات سموم أفكارها مما لا تقره قيم الإسلام ولا تنظيماته ولا غاياته ولا ينسجم مع شكل الأسرة المسلمة وطبيعة العلاقة الزوجية التراحمية ومن أبرز هذه الأفكار أن العلاقة بين الزوج وزوجته علاقة ندية وأن الزوجة متساوية مع الزوج في الحقوق والواجبات فالمطلوب من الزوجة هو نفسه المطلوب من الزوج فالمنزلة واحدة والمهام متماثلة والحياة تمشي على قاعدة أنا وأنت وليس على مبدأ أنت لأنك أنا وهذا يعني أن لا سلطة لأحدهما على الآخر فكانت نتيجة ذلك أن أنفت النساء من الطهعة فانهارت القوامة وعجز الرجال عن الإدارة وإذا انهارت القوامة تفككت أعظم منظومات الكون وهي منظومة الأسرة وتفككها يعني هزيمة الحب وموت الأنس وضياع الأبناء وانحدار المجتمع ومن دون رئيس يعد رأيه هو الحكم النهائي ستستمر المشاكل ولن تنقضي في دائرة لولبية تتسع بالتساع دوران الزمان بها فإدارة الأسرة إما تكون بيد الزوجة وهذا مخالف للشرع أو تكون مشتركة بينهما كل منهما رأس مستقل بقراراته وهذا مخالف للفطرة والعقل وأبجديات الإدارة أو الخيار الشرعي الثالث والذي يوافق طبيعة كل طرف وهو أن تكون القوامة بمسؤولياتها في يد الرجل دون المرأة لأن الإنسان إذا تكلف شيئا لم يخلق له وليس من طبيعته لا بد أن يكون مضطربا فيه عاجزا عنه ومقصرا فيه وإذا تشوفت الزوجة لقيادة زوجها بالقوة أو تنازل الرجل عن القوامة تنازل المضطر فقد ثقبت سفينة الأسرة وغرقت فيها سكينة الزواج وتكسرت مجاديف المودة والرحمة بل لن ينطبق في حقهم مفهوم الزواج أصلا وصارت علاقتهم شيئا جديدا على الكون تختلف تركيبته عن تركيبة العلاقات الزوجية شيئا يمكن أن نسميه علاقة استنوق الجمل واستفحلت الناقة علاقة لا يشبهها شيء في الكون علاقة نبتت في تربة مفهوم خاطئ وسقيت ماء الهوى فأنتجت ثمارا تحمل في بذورها أسباب موتها وتذكر أيها الزوج أن القوامة تكليف لا تسليط وقد أمرك الله بتأديتها لأن الاستقرار هو الأهم وليس لأنك أنت المهم فاتق الله فيها ولا تجعل أقرب الناس لك أول خصومك يوم القيامة وتذكري أيتها الزوجة أن القوامة أمر شرعي عليك التعاطي معه بالتعظيم وأن الأوامر الشرعية التي تستثقل النفس بعضها هي ابتلاء يختبر به التسليم فقولي سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وتذكر جميعا أن الميثاق الغليظ له قواعد الله أنزلها اتباعها واجب يفضي إلى الأنس والانشراح وتركها معصية تؤدي إلى التخبط والسآمة حيث لا تنفع الندامة